صدل ما هو سؤالك يا عشر حضرتك معمم طبعا نعم معمم حضرتك اسمك ايه نعم نعم ما هو سؤالك اسمك ايه بس عشان نبقى عارفين اسمي علي من بغدار او افيع معمم طب ما انا اسمي حسن اسمك معمم ايه اسمك علي ايه عشان نطلع صورتك قدام الناس اسمك ايه علي حسن علي حسن العراقي علي حسن العراقي معروف يعني الحمد لله رب العالمين ما فيش مشكلة الحمد لا فيش مشكلة الان لو جاء الان حديث العطر اختصارا يدل على العصم صح صح جميل بما انك معمم بقى خلينا نغير السؤال اللي انت حفظه جاي عشان تجاوب عليه وسامع الحلقة من البداية تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما انتم مسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وعطرتي اهل بيتي كيف نخرج سيدنا العباس عام النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى العطرة القرآن اخرجه الامة المعصومين محددين بالاثنى عشر فين في القرآن تفضل القرآن حدد الامة المعصومين بالاثنى عشر اللي حددهم الرسول لاكرم بالاسم انت بتقول في القرآن فين في القرآن تفضل النبي ينطق عن القرآن لا ينطق عن الهواء حدد المعصومين من اثنى عشر انت بتقول القرآن هل النبي ينطق عن الهواء حدد ام عن القرآن يا استاذ انت بتقول القرآن دي النوطة الاولى هل في القرآن اسمائي لأئمة النبي حدد اسمائهم وقال اثنى عشر خليفة من بعده يبقى لنا نتكلم عرب مش في القرآن انت بتقول في السنة ما ماكو مشكلة النبي والقرآن واحدة 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 اول الحديث يا سيد المعمم انت اخطأت فيه ليه اشلون لان الحديث يقول تركت فيكم ما انت مسكتهم به لن تضلوا بعد كتاب الله وعطرتي اهل بيتي وعطرتي اهل بيتي ما قال الخلفاء وما قال الائمة عشان حضرتك تقول لي الخلفاء اتناشر وما قال الائمة عشان حضرتك تقول لي اتناشر هو قال عطرتي اهل بيتي عطرتي اهل بيتي فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها مفتوحة مصادق اخرى كثيرة مصادق اخرى كثيرة بيقال النبي الحمد لله رب العالمين يبقى لازم تعترف امام جمهورك الان من الشيعة ان هذا الحديث لا يتكلم لا عن خلافة ولا عن امامه مصادقه تتحدث عن امامه بصورة مضحة الحديث ده يبقى الحديث ده اخواننا باعترف سيادة المعمم الا قال النسم علي حسن لا يثبت موضوع لا خلافة ولا امامه نخش في المصادق ايه هو الحديث اللي انت عايز تقول عليه في المصادق يلا مصادق حديث كثيرة تدل على مصادق الامامه والخلافة حديث الدار وحديث المنزلة وحديث الغذير وروايات كثيرة هذه ده جمعناها كلها مصادق عن الخلافة والامامه معلش لا ننسك هذا حاجة سيادة المعمم ده انا غيرتلك الموضوع عشانك عشان انت راجل معمم غيرتلك الموضوع عشانك انت بتقول حديث الدار صح صح هل حديث الدار قبل الآية التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله يا ايو الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة هل حديث الدار اولا ام الآية اولا شوف النبي من عالم الدار هو ايو الرسول بلغ ما انزل اليك من ربي انا مش عايزة اطلع فوق الغيوم انا مش عايزة انزللي على الارض لو سمحت انا مش عايزة اطلع فوق الغيوم ولا فوق السحاب هاي مشكلتك هاي انا الوقت سألت حضرتك سؤال حضرتك سألتك سؤال وقلت لك هل الذي جاء الاول حديث الدار ام آية التبليغ يا ايو الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك العهد في عالم الزر بالنبوة وبالرسالة وبالعمامك وقلت لك في عالم الزر يا اخوان روح يا سيد المعامة منت وعالم الزر بتاعك روح يا سيد المعامة روح يا بابا روح روح يا بابا خليك في الحسينية وقلت لك في عالم الزر تسأله ده اللي جاء الاول ولا ده اللي جاء الاول يقول لك في عالم الزر ده في عالم الزرات مش في عالم الزر أنت طلعت عن الضرات